محطة المدينة الشمالية مدينة جديدة ستلتحق ببقية مدن البحرين فالتنفيذ جار والتخطيط عصري لأبعد حدود واستثمار اقتصادي ينتظر موعد افتتاحها تتواصل جهود عندنا في وزارة الإسكان أن نحقق ما التزمت في الحكومة الموقرة ووزارة الإسكان ممثلة على الحكومة في برنامج عمل حكومة ألا وهو تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية ونحب نطمن إن شاء الله أن كل العوامل في الاتجاه الصحيح وهناك نسب عالي في الإنجاز مثل ما بين اليوم في المدينة الشمالية طبعا هناك مساحة ضخمة من هذه المدينة تشهد تسارع في تنفيذ الوحدات السكنية مدينة كبيرة كهذه تتطلب جهدا نوعيا من حيث تقديم الخدمات وانطلاقا من ذلك فقد تم اليوم وضع حجر أساس محطة معالجة مياه الصرف الصحي التابعة لها بطاقة استيعابية قياسية من المتوقع أن تطال قرى البحرين الشمالية فتكون طاقتها الاستيعابية بداية 40 ألف متر مكعب في اليوم وممكن توسعتها مستقبلا حسب الحاجة إلى 60 ألف متر مكعب في اليوم مشروع يسير على خطة وزارة الإسكان في تغليص قائمة الانتظار وسد الفجوة بين العرض والطلب وستكتمل باكتمال خدماتها تجاريا وتعليميا وصحيا وحتى الترفيهية منها لتبدأ المدينة بعد ذلك تأسيس تاريخها ومجتمعها الخاص المدينة الشمالية المشروع الأسكاني الأكبر من حيث المساحة وعدد المساكن من المتوقع أن يستوعب 90 ألف نسمة من عدد سكان وهذا ما استدعى إنشاء محطة مجهزة بأفضل مقومات معالجة مياه الصرف الصحي بسام لبدوي المركز الأخبار تلفزيون البحرين